إيلان ماسك واحد من الناس اللي أنا أنظر إليهم دايماً بمنتهى منتهى الإعجاب قولي ليه كل يمكن مش أقولك كل أغلب أغلب ملياردرات العالم الحديث ما عندهمش اهتمامات حقيقية بروقية الإنسانية أو إزاي أقدر أقوي الجنس البشري ملياردرات العالم الحديث أو العصر الحديث أغلبهم بيشتغل على إزاي أقدر أعمل فلوس كتير جداً أو يخالص وإزاي يبقى ترتيبي من ضمن العشر الأوائل في القوائم بتاعة فوربس هنشتغل بقى في برمجيات ماشي حلوة جميلة دي صناعة المعارفة يا يوسف أيها جميل سواء مش بيشتغلها عشان مجرد صناعة المعارفة أو بيشتغلها عشان نعافية بتجيب له فلوس كتير ناس بتشتغل فيه مش عارف التطويرات العقرية والتجارة المش عارف عامل إيه وده راجل عنده منصات للتجارة الإلكترونية وده راجل إلى أخير مين في دول عمل وكالة للفضاء واحد بس إيلون ماسك مين في دول عمل حاجة زي نيورا لينك اللي عملها إيلون ماسك اللي هو إزاي أقدر أطور أو أقوي الجسد البشري يعمل نظارة عشان تخلي غير المبصرين يستطيعون تمييز الألوان تمييز الظلال التباينات الضوئية الحركة إلى آخره يحاول إنه يخلي العقل البشري يتحكم في القلب مش العكس يعني الناس اللي بتشتغل على الزكاء الإصطناعي بتحاول تخلي إنه الآلة أكتر تفوقها من الجنس البشري إيلون ماسك العكس هدفه العكس طول الوقت الناس ماشية كده ده ماشي كده فعلا مش ظهر إنتوا عايزين تستخدموا أو تستثمروا في الارتفاشل انتليجنس علشان في النهاية خلص الجنس البشري ده ما يبقلوش لازمة طيب أنا بقى هخلي لكم الجنس البشري أهم من الارتفاشل انتليجنس بتاعك فتلاقي إنه عنده كانت تجربة بيشتغل عليها طبعا فريقه البحثي بيشتغل عليها بقاله سنين قدت إلى إنه حط تشيب شريحة جوه مخ بني آدم هذا البني آدم استطاع إنه يحرك الماوس بتاع الكمبيوتر من غير ما يمسكه واضح إنها عملية معقدة يصعب على واحد زي حالاتي إنه يفهمها أو يشرحها لكن يقدر يبقى سعيد فخور مؤمن بيها جدا لأنها بتدي أمل لناس كتير جدا ترجمة نانسي قنقر